موسيقى اهلا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Redemption توزي اللهب طبعا في هذا المقطع رح اعطيكم ادلة قوية جدا على اننا حصلنا مايكل ديسانتا بطل لعبة جيتي اي في في لعبة Red Redemption 2 يعني ما رح اخليك تطلع من المقطع الا انت متأكد ومتيقر بنسبة 100% انه هذا الشخص هو مايكل ديسانتا فيلا نخش في المقطع طيب خلونا وضح لكم الموضوع من بدايته الى نهايته وكيف بدأ فعلا طبعا بعد ما تم اطلاق لعبة Red Redemption 2 في 26 اكتوبر 2018 في احد الاشخاص ختم اللعبة بشكل سريع جدا تقريبا في يومين او يوم واحد وهذا الشخص شاف الكريدت سينز اللي في نهاية اللعبة ولاحظ انه اسم نيد لوك من ضمن اسماء العاملين والمشاركين في لعبة Red Redemption 2 واذا كنت شخص ما تعرف مين هو نيد لوك بكل بساطة نيد لوك هو مؤدي شخصية مايكل ديسانتا في لعبة جي تي اي في فبعض الاشخاص رسلوا صورة الكريدتس لحساب نيد لوك في تويتر وقالولو يا نيد لوك يعني حصلناك في الكريدتس فوين نحصلك في اللعبة فنيد لوك Red بالتالي وفي العربي حصلتوني في الكريدتس الان هل يمديكم تحصلوني في اللعبة بعدها عطانا تلميحة وقال انه صوتي غير موجود في اللعبة لكن عمل الشخصية وحركاتها ترى موجود في لعبة Red Redemption 2 بعدها كتب هاشتاغ انه لغز هاشتاغ RDR2 هاشتاغ Red Ned Redemption يعني مو Red Dead Redemption حتى Red Ned Redemption باسمه يعني طيب الان على حسب تغريدة نيد لوك رح نبحث عن عمل وحركات شخصية مايكل ديسانتا وعرفنا انه صوته غير موجود في اللعبة فقط حركاته يعني بمعنى اخر مايكل ديسانتا او نيد لوك سوى motion capture او سوى حركات شخصية معينة موجودة في اللعبة فمين هي هذه الشخصية طيب بما اننا عرفنا انه نيد لوك او مايكل ديسانتا موجود في لعبة Red Dead Redemption 2 فلازم نبحث عنه وندور على اراضيه فتعالوا سويا نبدأ البحث اولا في صورة انتشرت بشكل كبير جدا بعد ما مايكل ديسانتا قال انه موجود في اللعبة واللي هي هذه الصورة طبعا لو تلاحظون في هذه الصورة الشخص هذا جدا 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 يشبه مايكل ديسانتا من ناحية الوجه وممكن حتى نوعا ما من ناحية الجسم فهل هذا هو مايكل ديسانتا فعلا طبعا في احد الاشخاص رسل هذه الصورة لند لوك وند رد وقال انه انا مو هذا الشخص ابدا بكل بساطة هذا الشخص هو احد افراد عصابة كولم او دريسكل يعني هذا الشخص ماهو خوينا مايكل ديسانتا طبعا اللي يخلي الموضوع نوعا ما صعب اللي هو انه مايكل ديسانتا ما طلع في مهمة كبيرة او انه في احد المهمات الرئيسية كلنا نلعبنا المهمات الرئيسية لكن ما شفنا اي شخص يشبه مايكل ديسانتا وهذا يخلينا ما نبحث الا في المواطنين اللي يمشون في الشوارع وايضا بعض المهمات الجانبية لانه زي ما تعرفون الدتش حصلناه من ضمن المواطنين في لعبة سان اندريس فتعالوا سوينا الان نبحث في المهمات الجانبية والمواطنين طيب خلونا نكمل ندلوك في حسابه في الانستجرام نزل هذه الصورة زي ما تشوفون وفيها رح تكون قبعة معينة وهذه القبعة يعني شكلها فخم ومميز ويونيك جدا والظاهر والظاهر لو تلاحظون خلف القبعة رح تكون في اشجار شاحبة او اشجار يعني تعبانة فهذه الاشجار التعبانة ما نحصلها الا في مكان واحد الا وهو المستنقع صحيح ولا لا فالان رح نبدأ في بحثنا في المستنقع اكثر طبعا بعد بحث طويل جدا في المستنقع حصلنا هذول الشخصين وهذول الشخصين لما تجيهم رح يدور حوار بينكم الانسان احسن سيكوني جيداً. لم يكن لدينا الكثير من الوصول. كنت تعتقد أنك سوف يساعدنا بحاجة بعض المحلات؟ فقد سوف تحضر لكي تحضر. سألتك. لماذا؟ سعيد، تباكو يمكنك أن نعطينا المعباردة النموذي في جميع مصراتنا. نعم، لديك من معي. احجبوا على سبيل المكان إلى اللحظة بأستخدام حسناً انا سوف اطلب هذا طبعا زي ما شفتوا هذول الشخصين يصنعون مونشاين وعلى حسب كلامه في آخر دفعة وآخر منتج ما حققوا أرباح وما نجح بشكل كبير فقرروا أنهم يغيرون النكهة والمكونات ويبغون مكون معين واللي هو التبغى البري ورح يطلبون هذا الشي من آرثر مورغين وعلى حسن حظهم أن آرثر مورغين عنده المكون اللي يبغونه وفعلا رح يساعدهم ورح يحط لهم إياه في المكان هذا طبعا لما يجهز المونشاين ويزبط وضعه يجي واحد منهم ويطعم النكهة والمونشاين وجدا جدا يعجبه ويقعد يمدح فيه ويتوقع يعني أنه رح يضرب الأسواق طيب خلوني نستكمل تحقيقنا الكنني طبعا لو تلاحظون في هذا الشخص وتحديدا أبغاكم تركزون على قبعته رح تلاحظ أنها نفس القبعة اللي نزلها ندلوك في الانستجرام نفسها بالضبط نفسها نفسها نفس النكشة ونفس الخيط هذا الملفوف حول القبعة يعني القبعة اللي لابسها هذا الشخص نفس القبعة اللي نزلها ندلوك في حسابه فهل هذا الشخص هو مايكل دي سنتا طبعا لحد الآن ما نقدر نتأكد مئة بالمئة لكن الآن رح أعطيكم الأدلة الجامدة اللي عندي طيب أبغاكم تركزون على جلسة هذا الشخص وتعالوا معايا أن نشوف مقطع لمايكل دي سنتا طبعا لو تلاحظون الجلسة حق هذا الشخص رح تكون مشابهة جدا جدا لجلسة مايكل دي سنتا زي ما تشوفون تشابه كبير جدا بين الجلستين من ناحية طريقة الجلوس وتفاصيل الجلسة فيه تشابه كبير وأيضا لو تلاحظون وضعية اليدين فيها تشابه كبير جدا جدا واضح وكبير التشابه بين الصورتين يعني تحس أنه نفس الشخص اللي سوى مايكل دي سنتا سوى هذه الشخصية لأنه تشابه جدا جدا ماهو طبيعي وأيضا فيه دليل ثاني قوي واللي هو أنه فيه شبه نوعا ما جيد بين الاثنين من ناحية الملامح والشكل وتفاصيل الوجه زي ما تشوفون في القيم بلاي فيه تشابه كبير وواضح زي ما تشوفون يعني من ناحية رسم الوجه وأيضا أنه وجه مايكل دي سنتا نوعا ما مربع وأيضا وجه هذا الشخص يعني مربع فيعني التشابه جدا جدا قوي كأنهم يلمحون أنه هذا الشخص فعلا مايكل دي سنتا طيب خلونا ننتقل للدليل الثالث والأخير واللي من هذا الدليل رح نتأكد بنسبة 100% أنه هذا الشخص هو مايكل دي سنتا طبعا ندلوك مؤدي شخصية مايكل دي سنتا نزل مجموعة من الصور عن رديد رديمشن 2 في حسابه على الإنستغرام طبعا بالرغم من أنه لعبة رديد رديمشن 2 مليئة بالصورة الأسطورية والرهيبة والمناظر الخلابة وغيرها ندلوك نزل هذه الصورة تحديدا وزي ما تشوفون في الصورة رح تكون صورة نفس الشخصين اللي تعاملنا معاهم سابقا وتحديدا صورة نفس الشخص اللي قاعدين نقول إنه هذا مايكل دي سنتا يعني كانه ندلوك قاعد يلمح ويلمح ويلمح إنه ترى أنا سويت هذه الشخصية وعملي ترى موجود في هذه الشخصية صراحة هذا الدليل جدا جدا قوي ورح يخليك تتأكد بنسبة 100% إنه هذا هو مايكل دي سنتا دليل جدا قوي طيب شاركونا في خانة التعليقات آراءكم هل تحسون إنه هذا الشخص هو مايكل دي سنتا وهل تحسون إنه الأدلة قوية أو لا طيب بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ليجيكم هدى الآن ندمر لكم الجبهة يلا سلام عليكم اشتركوا في القناة